الاول بس عايزين نوجه الشكر لكوبايت القهوة ديت عشان هي اللي بيتخلي الفيديو يطلع متكيف وعظمة بالشكل ده. ازايكو حبايبي عاملين ايه? اه في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنحل الامتحان اللي جيه للسودان السنة دي اللي هو سنة 2021. الامتحان هو على النظام القديم. يعني جي فيه قطعة بالشكل القديم وجي فيه كمان اللي هي القصة بالشكل القديم بتاعها. طيب احنا يا ابو حميد احنا ماشينا على النظام الجديد نعمل ايه? فخلينا اقول لك ان احنا هنحل الاختياري بتاعهم والاختياري ده هو كده كده تبع النظام بتاعنا. وهنحل كمان الترجمة بتاعتهم. حتى ولو كانت الترجمة على النظام القديم فاحنا كمان هنحلها عشان نستفاد منها. ولو فيها كلمة مسلا احنا مكناش عارفينها يبقى برضو عارفناها. باخوتنا الازهرية اللي هم اصلا لسه ماشيين بالنظام القديم اللي هو القطعة بالنظام القديم والنفل هنعمل معهم ايه? خلينا اقول لكم ان انا هحل لكم القطعة وهحل لكم الديالوج وهحل لكم كمان الحاجات اللي هي الموجودة على النظام القديم في الامتحان هحلها لكم في فيديو لوحده. لكن في الفيديو ده انا هحل الترجمة والاختياري ونشوف بقى المستشار اللي حط الامتحان كان ايه الافكار اللي حطها في بتاعتي. الاول بس ما تنساش انت تحط اللايك لخوك ابو حميد على الفيديو هنا عشان الفيديو يبان لليوتيوب ان هو فيديو مهم وكمان ما تنساش لو انت مش مشترك معنا على القناة فتشترك على القناة عشان يجي لك كل حاجة ان شاء الله بنزلها ويلا بينا نبدأ الحل. على كده ما نبدأ باول جملة فاول جملة هنا بتقول لك كلمة ديت معناها الظاهرة. فبيقول لك الظاهرة دي ايه كل عشر سنيني. عايز اقول الظاهرة ايه? بتحدث او بتحصل. كلمة يحدث او يحصل معناها ايه? معناها طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك وزاوت نقط. بص من قبل ما تكمل. وزاوت اللي معناها بدون بيجي وراها الفيرب من ضف له اي نجي. فاقول بعد كده بيقول لك اه لما يجيب لك جملة بالشكل ده روابط اه ويبقى طالب منك زمن الجملة فبص دايما على جملة كاملة. لو لقيت الجملة الكاملة في زمن الماضي يبقى انت لازم تختار له جملة في زمن الماضي. فهنا بص بيقول لك طب ما ديت اللي هي الماضي من ايه? الماضي مين كان. يبقى انا هنا محتاج ايه? زمن ماضي. هلاقي الماضي في الاختيارات اللي هي وهلاقي وهلاقي هات. طب اختار مين فيهم? هقول لك ان هات ديت معناها امتلكة. هل ينفع هقول عندما انا امتلكت في سن الخام او في سن الست سنين? لا. طب ينفع اقول هقول هقول لك لا. بيجوارا التصريف التالت. طب هل بعد النقط عندك تصريف تالت? لا. لكن فضل عندك عندما كنت في سن الست سنين. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك يعني انا بحب بتاعته عشان هي مكتوبة يعني بايه بسيط يبقى مكتوبة باسلوب بسيط طب كلمة اسلوب معناها ايه? معناها بعد كده بيقول لك يعني انا بحب العمل في ايه? حيث كل شخص بيطيع او بيطيع القواعد والاوامر. يبقى بيحب يشتغل في النظام. طب كلمة نظام اللي هي معناها ايه? معناها طيب. بعد كده بيقول لك يعني كل الدول بتعمل ايه مستقبلي. عشان تحقق الاهداف بتاعت التقدم. يبقى بتعمل خطط مستقبلية. طب خطة معناها ايه? معناها بعد كده بيقول لك يعني بيقول لي ايه للمدير يعني اتأجلت بسبب اداءه السيء. يبقى ترئيته لدرجة المدير. ترئيه معناها ايه? معناها بروموشن. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لي يعني بيقول لي البرايس توت كان رخيص ايه لنا? عشان نشتري العربية. ده جرامر ايه? هتلاقي الاختيارات عبارة عن سو ساتش وانف وتو. يبقى تشوف لو عندك زت تختار يا سو يا ساتش. لكن لو عندك تو والمصدر زي هنا ايه لك تو باي? فبنفكر يا اما في تو يا اما في طب لقيت عندي في الاختيارات لقيت عندي ولقيت عندي هتبص تشوف لو النقط قبلها الصفة يبقى تحط لو النقط بعدها الصفة يبقى تحط طب هنا النقط قبلها الصفة اللي هي تشيب اهيت اللي هي الرخيص يبقى كده هقول طيب الجملة اللي بعدها يعني اكثر المعلومات صدقا ايه? يعني ايه من الويب سايت دو. يبقى هنا عايز يحط زمن في الاختيارات صح? طيب تبدأ تشوف الجملة بدأ بفاعل ولا مفعول? فبيقول لي وعايز يقول تحصل. هل بتحصل ولا يحصل عليها? يحصل عليها. يبقى كده ديت هي مفعول مش فاعل. يبقى طالما مفعول يبقى انت بتتكلم في طب حلو جدا. طيب عندك هنا هل مع كان بنحط المصدر? لا مع كان بنحط بيه التصريف التالت. طيب هل الباسف مع هاز بنحط التصريف التالت على طول كزي هاز جوت في بيه? هقول لك لا الباسف بتاع هاز هي هاز بين والتصريف التالت. طيب في سي بيقول لك كان ومعها بيه ومعها التصريف التالت. هقول له اه ده شكل باسف صحيح. طب هاف ومعها بين ومعها التصريف التالت اه ده شكل باسف. بس هل ينفع اختارها? هقول لك لا ليه? لان بتعامل معاملة المفرد وهاف هنا ديت ديت لحالة الجمع يبقى مش هينفع اخطرها. بعد كده بيقول لك يعني بيقول لك عشان تشغل الفايل دوت اه انت محتاج ان انت ايه البرنامج ده بقى محتاج تسبت البرنامج ده. طب كلمة يسبت برنامج معناها ايه? معناها بعد كده بيقول لك يعني مفيش ايه على سطح القمر عشان تفضل على الارض. بقى مفيش جاذبية. طب كلمة جاذبية معناها ايه? معناها بعد كده بيقول لك اي نقطة اه بص لو لقيتها في جملة لوحدها ومعاها ماضي بسيط بعدها تختار قبلها مضارع تام. فهنا انا عندي بعدها ده ماضي بسيط يبقى اختار قبلها المضارع التام لو هافة وهذا وتصريف التالت يبقى اختار بس خلي بالك ان لو جاب لك وبعدها ماضي بسيط وقال لك اختار لي قبلها زمن اوعى تختار مضارع تام لو كان في جملة تانية في نفس الجملة كانت بتدل على الماضي. يعني لو كان حط بعد النقطة هنا حط جملة تانية هنا كانت في زمن الماضي يبقى كانت هتبقى في زمن الماضي تام مش المضارع التام. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك يعني انا اتنين او بعدت ايميل وكان فيه اتنين ايه لصور اصدقائي بقى كان فيه اتنين ايه مرفقات او ملحقات اللي هي اسمها طيب بعد كده بيقول لك يعني هي ما عندها او ما ما عندهاش اهتمام طيب كلمة اهتمام اني واحدة في الاختيارات اهتمام اللي هي طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك نقط يعني بيقول لك ايه من الكتب يعني شيق بيقول لك هتحس بالملل بسهولة يبقى هل انا بقول لك هتحس بالملل يبقى هل في حاجة فيهم لا يبقى عايزة اقول ما فيش اي حاجة من الكتب ديت كلمة مفيش ديت اللي هي معناها يا نايزر يا اما طب اختار مين فيهم هقول لك لو انت بتتكلم عن اتنين طب هل هنا انا بتكلم عن اتنين لا انا بقول لك الكتب يبقى كما بتكلمش عن اتنين يبقى خليها بعد كده بيقول لك يعني بيقول لك هو هو يقدر يشتغل لاي فندق بص اي حد يقدر يشتغل في اي وقت بتاعه او يشتغل لاي فندق ده راجل اسمه شغال يبقى اقول عليه بعد كده بيقول لك يعني بص على البوكس دوت انت سوف تجد في يعني زوج جديد من الاحزاء يبقى عايزة اقول له بص على البوكس دوت اللي فيه هتلاقي طب كلمة اللي فيه اللي بس معناها وفيه معناها يبقى اللي فيه على بعضها معناها بعد كده بيقول لك هنا احنا عندنا مكان في الجراج يبقى انت مش محتاج هنا عشان احنا عندنا مكان في الجراج طب كلمة مش محتاج معناها ايه معناها اللي هي دي بعد كده بيقول اه هي دي حاجة مش موجودة في بس خلنا نعرفة لما يكون بيتكلم في المستقبل ما تموره دي بتتكلم في المستقبل وتلاقيين بحدد زمن معين في المستقبل يعني بس plano قللك فلو بيتكلم في المستقبل وحدد زمن معين في المستقبل فبتختار زمن المستقبل المستمر. طب المستقبل المستمر ده اللي هو بيتكون من ايه? اللي هو بيتكون من والفعل ما تضف له يبقى اختار من عندي هنا يبقى اعرف الملحوظة ديت عشان لو حبي يجيب حاجة من بره المنهج يبقى انت عارفها برضو. الجملة اللي بعدها معلم بيقول لك يعني بيقول لك كم مرة ايه الفيديوهات ديت الى الانترنت. يبقى عايز اقول له كم مرة طالما بتكلم على الانترنت يبقى يا اما بت ابلود يا اما بالداونلود. لو قالك تختار لكن لو كان شلت ديت وخليها كنت هتقول بعد كده بيقول لك بص لما تلاقي اختار وراها لو انت بتكلم عن حاجة عامة. فبيقول انا ما بندمش وعايز اقول ايه? مساعدة اي حد محتاج. طالما بتتكلم عن حاجة عامة كده وخلاص بعد فبتختار لكن لو بتكلم عن موقف محدد فبتقول المصدر. طيب الجملة اللي بعدها بيقول لك هي يعني هو نصحني ايه اضيع وقتي. آآ كلمة ديت تمام آآ بيجي وراها المصدر او المصدر. طيب هنا لقيت عندي في الاختيارات مفيش المصدر لكن لقيت عندي اهيت يبقى هي دي اللي اختارها. طيب بعد كده بيقول لك يعني هما بيحتفلوا هي نقط يعني هو ايه الوظيفة. آآ ده الجرامر الاستنتاج اللي هو عملي يحطي لك في الاختيارات مصد ولا كانت يبقى ده جرامر الاستنتاج. طيب تبدأ تشوف هل الحاجة دي اكيد حصلت ولا اكيد ما حصلتش ولا احتمال. طيب بقول لكم ما بيحتفلوا يبقى هو ايه الوظيفة? يبقى اكيد حصل على الوظيفة صح? طيب كلمة اكيد الحاجة حصلت. اكيد يبقى معناها وطالما بتقول اكيد حصلت في الماضي يبقى معناها والتصريف التالت. يبقى تختار ايه? يبقى تختار بعد كده بيقول لك يعني معظم المواد الخام يجب ان هي تكون عشان نحافظ على مواردنا. يبقى كل المواد الخام اللي لازم تعمل فيها ايه? عشان نحافظ على الموارد بتاعتنا وما تنفسش. يبقى يعاد تدويرها. طب كلمة يعاد تدويرها اللي هي ايه? اللي هي بعد كده بيقول لك بمجرد ان ايه انا تعرفت عليه. فاس ممكن يجي وراها ماضي تام او ماضي بسيط. طب تعرف من اين ان هو هتختار يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط. هتشوف لو الحدثين مفيش فصل زمني منهم. يعني لو انت مثلا بتقول انا اول ما شفته تعرفت عليه. هل في فصل زمني? لا انا اول ما شفته تعرفت عليه على طولي. بقى مفيش فصل زمني? يبقى كده اسو ناس بي وراه ماضي بسيط ماضي بسيط. لكن لو انت بتقول مسلا ان انت ذكرت وبعد كده لعبت. هل اه مسلا انا اول ما ذكرت قمت على طولي على اللعب? لا اكيد مسلا قمت وبل ما رحت مكان اللعب فخدت فصل زمني. فلما يبقى عندك فصل زمني بين الحدثين يبقى بتختار بعد اسو ازا او افطر ماضي تام والناحية التانية ماضي بسيط. طب هنا انا ما عنديش فصل زمني انا عايز اقولك بمجرد ان وعايز يحط فعل اللي هو يرى يبقى مجرد ان هو شافه انا تعرفت عليه. يبقى انا كده محتاج ايه? يبقى محتاج ماضي بسيط والناحية التانية ماضي بسيط يبقى الماضي البسيط اللي هو سا. بعد كده بيقول لك نقط يعني هو اه بيحمل المية من الجزور الى الاوراق. يبقى دية اللي هي الانابيب بتاعة الاشجار اللي هي معناها الجملة اللي بعدها بيقول لك يعني اول قصة قصيرة ليه يعني بيقول لك قصته القصيرة الاولى ايه? كاول او كاعظم او كواحد من اعظم كتاب القصة القصيرة اه الحديثة في العالم العربي وبقى اسسته او رسخته كلمة اسسته او رسخته اللي هي بعد كده بيقول لك يعني حتى اه لو كنت بالغ يعني انت يجب ان انت ايه يعني لازم ايه مع قاباك قبل ما تاخد اي اختيارات حياتية دي معناها رئيسية او يبقى انت محتاج تستشير قاباك ده بكلمة يستشير اللي هي معناها بعد كده بيقول لك يعني التيتشر مش ايه مي اه انا او يعني انا يعني يعني لم ايه استخدم اه ديكشنوري اسناء التست يبقى لم يدعني استخدم صح كلمة يدع معناها ايه معناها طيب بعد كده بيقول لك اي نقط يعني انا ايه لان احنا كنا رايحين اسكندريا نكستويك الاسبوع اللي جاي اه لما تلاقي حططلك في الاختيارات وعمل يحططلك هاف او هاس او جيت او جوت ومعاها غير عاقل ومعاها تصريف تالى تعرف ان ده جرامر الكوزيتف اللي هو السببية فهنا بوص عمال يحططلك في الاختيارات هاف ومعاها تصريف تالى هي تليتشكت ومعاها مايكار اللي هي غير عاقل فتعرف ان ده جرامر السببية طب جرامر السببية بيتحل ازاي هتختار مع هاف او هاز لو انت بتكلم عن غير عاقل زي كده فبتحط يا هاف او هاز او جت او جت بعدهم غير العاقل وبعدهم التصريف التالت فهتلاها اول واحدة هاف ومعها التصريف التالت وبعد كده غير العاقل اقول له لأ انا محتاج هاف او هاز وبعد كده غير العاقل وبعد كده التصريف التالت فهتلاقي عندك الشكل الصحيح هتلاقي فيه وهتلاقي هاز ماي كار تشيكت اللي هي بي ودي. طب تختار مين فيهم? الاي طبعا مش هتاخد هاز لكن الاي هتاخد هاف ماي كار تشيكت. نخش بقى على الترجمة فنشوف الترجمة العربي الاول. فبيقول لك يعني بيقول لك التعلم هو مثل الارض. يعني كلما. كلمة قاعدة زمور دي معناه كلما. كلما يعني كلما حفرت كلما اكتسبت معرفة اكسر. يبقى تاني كلمة زمور. زمور دي معناه كلما. آآ فهنا يبقى التعلم هو مثل الارض كلما حفرت فيه كلما آآ تعلمت اكسر او كلما اكتسبت معرفة اكسر. بعد كده بيقول لك يعني مصر هي مشهورة يعني منذ العصور القديمة يعني بسبب السياحة العلاجية الخاصة بها او بسبب سياحتها العلاجية يعني تعالج يعني تعالج العديد من الامراض طيب لما نيجي بقى نترجم بقى من عربي الانجليش فبيقول لي المشاركة في الرياضة تعلم يبقى عايزة ترجم المشاركة في الرياضة الاول وبعدها تعلم طيب كلمة المشاركة في الرياضة معناها ايه مشاركة معناها participating تاني participating وفيه اللي هي ان الرياضة اللي هي sport طب تعلم تعلم معناها teach بس هلا حط teach كده بس هقولك لا ليه لان المشاركة ديت حاجة مفرط يبقى طلاب بتكلم عن حاجة مفرط في زمن المضارع فبتحط للفعل بتاعك إس أوي إس يبقى قول teaches طيب الشباب يبقى زيس القيم الانساني او القيم الاساسية هترجم مين الاول القيم الاول ولا الاساسية فهترجم الاساسية الاول عشان هي الصفة بتاعات القيم طب الاساسي معناها ايه معناها زابيزك تاني زابيزك والقيم معناها يبقى زابيزك فاليوس مثلة معناها او طيب العمل الجماعي معناها ايه معناها تيم وارك طيب الجملة اللي بعدها لكي تحقق اهدافك يجب ان تتأكد من انها زاتة معنى كلمة لكي وبعدها فعل ديت معناها وبعدها الفعل في المصدر يبقى لكي تحقق معناها اهدافك معناها 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 اهداف وعشان اخليها اهدافك انت يبقى قول طيب يجب ان تتأكد من اللي يجب يبقى انت يجب ان تتأكد يبقى طب يتأكد او يتأكد معناها ايه معناها تاني يتأكد معناها ايه معناها طيب اه انا انا دي بتترجم زات يبقى او يو مست ميك شور زت. طيب آآ زت بيجوا رأي جملة كاملة. فهنا بيقول انها زاتة معنى. مين اللي زاتة معنى? اللي هي الاهداف. يبقى هنا عايزة حط ضمير يعود على الاهداف. والاهداف دي جمع يبقى اقول زت زي. طيب انها يبقى ازاي? آه عشان بتكلم في المضارع دلوقتي. وزاتة معنى ديت معناها تاني معناها ايه? معناها مينانج فال. بص يا صديقي يعني كده اتمنى ان انت حتى ولو استفدت الجملة واحدة او اعرفت ان مستوى الجمل كان جاي عامل ازاي في الامتحان. لو في اي حاجة انت حسيت ان هي كانت جديدة عليك او حسيت ان انت مسلا مش كويس فيها يبقى حاول ان انت تذكرها وتتكي عليها كويس عشان بعد كده ان شاء الله لما يجيب لك حاجة فيها تقدر تحلها بكل سهولة. وخليني بقى اطلب منكم ضلب اخير في اخر الفيديو ان انت لو فعلا من المتابعين قناة انجليشاوي او من المتابعين ابو حميد فما يبنعش ان انت تعمل شير للفيديو او تكتب كلمة كويسة عن القناة هنا في اي جروب عندك عشان تسعدنا ان احنا نوصل للمية الف مشترك فاقصر طريق ان شاء الله واقصر فرصة وان شاء الله مش هنكبر غير بيكو وما تنسوش ان حلمكو احتاج شوية تعب وخلاص هي هانت فمعليش اتعبوا على حلمكو وادومتم بخير.